الطائرة وهي بتقلع اشهبت النيران واندلعت النيران واشتعلت النيران فين؟ اهو في دي الطائرة هي الطائرة الاوكرانية وفي احد عجلتها الخلفية اشتعلت النيران سبحان الله العجلة الخلفية اللي اشتعلت فيها النيران نتيجة تسرب حاجة داخل الطائرة يعني غاز داخل الطائرة يعني حاجة داخل الطائرة ليس لها علاقة بالمطار وليس علاقة بالخدمات الارضية اهي دي برأة النيران تشتعل فين في احد العجلات اهي احد العجلات خدوا بالكم العجل اللي فيها الاشتعال دي اللي ولاعت دي جنبها على طول خزان الوقود مستودع الوقود فيه 189 فيه 2500 كيلو 2500 كيلو بنزين حاجة يعني كانت هتؤدي لو لا ستر ربنا سبحانه وتعالى الى كارثة عالمية انا بقول ادي الطائرة اهي قدامنا الطائرة بتقلع والطائرة اشتعلت ذاتيا في جزء منها حاجة داخل الطائرة لو لا يقزت وكفاءة العمال زي ما احنا شايفين دي العمال المصريين اللي فيه مطار شرم الشيخ اللي اه تفانوا واذهروا كفاءة وشجاعة ونبل وتخصصية قاموا بهذا العمل بهذه اليقظة بهذه السرعة حتى دون ان يعرف قائر الطائرة يعني في هذه اللحظات قائر الطائرة بيدور وهيطلع خلاص بيخلع اشتعلت النيران في احدى العجلات الطائرة وبسرعة كان فيه يقظة من رجال الخدمة الارضية في مطار شرم الشيخ الدولي وبسرعة تم السيطرة على الموقف واختار طقم الطائرة وقائر الطائرة اللي كان مندهش جدا وكان فيه 189 راكب على متن هذه الطائرة